بالمناسبة برضو يعني استكمالا لكلامنا مع حضراتكم عن كواليس البعثة المتواجدة في المغرب امبارح شارك الاساس خارج مرتجي امين صندوق النادي وهو كمان المنصق العام لبعثة النادي الاهلي في المونديال شارك في ديبلومة الفيفا لتطوير الاندية كممثل للنادي الاهلي خاصة لكلام ده في حضور يعني مجموعة كبيرة الحقيقة من ممثلي اكبر اندية العالم زي ليفر بول يوفنتوس ايكس امستردام ادونيزي وغيرهم كمان والعديد من الاندية الاوروبية اللي قامت جمعها بالحديث عن تجربتها مع كرة القدم وكمان اتكلموا عن الاساليب اللي انتهجوها حتى يصلوا الى تلك المكانة المميزة عالميا اتكلم استاذ خارج مرتجي عن نشأة النادي الاهلي وتاريخه وبطولاته وارقامه القياسية واتكلم كمان عن قياداته وكيف انتقل الى مرحلة النادي محترف من الدرجة الاولى على كافة المستوات تطرق كمان في حديثه عن الجانب التسويقي والاستثماري وكيف نجح النادي الاهلي في ان يعتمد على روافده الاساسية وكمان على شعبيته الجريفة في كل انحاء العالم ليحقق عائدا ماديا كبيرا يفي باحتياجاته في الانفاق على بنيته التحتية وعلى فرق الرياضية خصوصا وان طبعا النادي الاهلي بيدوم 16 لعبة رياضية اخرى بخلاف كرة القدم محاضرة الاساس مرتجي استمرت لأكتر من 75 دقيقة ويكلم فيها عن مكونات قطاع كرة القدم والهيكلة الادارية فيه وعلى رأسها شركة الاهلي لكرة القدم والعلاقة الاحترافية اللي بتربط ما بين النادي وما بين الشركة الحقيقة كانت يعني نقدر نسميها محترمة جدا عن النادي الاهلي بس بقى ما هو ده اللي بسيتك وهو ده او دي من الحاجات خليك حاسس برضو بفخر شوف انت بتنتمي الكيان عامل ازاي والكيان اللي انت بتنتمي لي ده بيتكلم فيه مؤتمرات عالمية دولية بيحضرها برضو رؤساء وبعثات من اندية يا كريم عالمية جبيرة جدا وانت بتعرض تجربتك النكحة قدامهم شوفوا حضراتكوا قد ايه الموضوع برضو يعني حلو ويسعدك لان انت عندك او انت بتنتمي لكيان النادي الاهلي اللي هو بجد التطوير اللي حاصل فيه والتجربة بتاعته تدرس بصراحة ما انت هيدا بتتكلم عن ايه عن دبلومة الفيفا لتطوير الاندية فانت بتتكلم عن تجربتك كنادي اهلي شوف انت عندك ايه بقى من منشآت وفروع مختلفة وخدمات بتقدم وملاعب رياضية وواء الى اخيرة واللجان مختلفة كل ده بيحسب في رصيدك اديني بقى اي نادي تاني في المنطقة عندنا بيعمل ده او حتى تقدر ان انت تقارنه او حتى المقارنة قريبة منا على فكرة بالمناسبة احنا بنقول كده وبنفتاخد لكن نتمنى ان ده يعمى مع الجميع يعني احنا نتمنى ان احنا عندنا يبقى يا كريم مثلة زي دي اخرى في مصر دي حاجة على فكرة تبقى لصالحنا او للصالح العام في الاخر كل الناس هتستفيد من الحالة دي لو تحققت وكلنا هنستمتع حتى على صعيد المنافسة الرياضية الرياضية الاخلاقية على هذا الصعيد هنكون كلنا طبعا مبسوطين احنا هنعوز ايه اكتر من ان عندنا في الدولة بتاعنا كل الفرق اقوى من بعض ده في صالح حتى منتخبنا في نهاية المطاب محدش يكره ده بالفعل يعني عموما نتمنى انصلاح الاحوال ان شاء الله الفترة اللي جاي خلينا نقول كده انت على كل حال بتبقى دايما عندك الرياضة ولكن احنا عندنا استعداد اكيد كندي قال ان احنا يعني نساعد البعض في ان هو يطبق برضو التجربة بتاعتنا او قصة النجاح بتاعنا ده اكيد شيء اعتقد ان هو مش هيزعلنا ابدا يعني يعني بسوعداء بيت